خلينا بقى نروح من الطاقة المتجددة نوح للفيسبوك وزي ما الفيسبوك الناس بتكلم ساعات ان ليه اضرار او ان دلوقتي بدأ يستخدم في حاجات واثارة ساعات شائعات وخناقات وناس بتشتم بعضها لكن في نفس الوقت الوسيلة الاساسية او الهدف الاساسي اللي كان معمول منه الفيسبوك هو التواصل الاجتماعي ده بقى بنلاقيه فين في قصة من القصص اللي احنا دايما بنقول مثلا ايه ده انا لقيت صحابي بتوعي المدرسة اللي لقناهم زمان ده انا لقيت بروفايل حد كان معي في الشغل من 10 ا 15 سنة تعالوا بقى احكي لكم عن ده بقى الخبر اللي معاني دوقتي وقعة غريبة حصلت في بريطانيا فيسبوك خلى فيه سيدة بريطانية كانت معتقدة لسنين كتير جدا ان والدتها خلاص اتوفت لحد ما بالصدفة واحدة من قرائبها شافت الحساب بتاع والدتها على فيسبوك وده كان من اغرب القصص طبعا انا ممكن فيه ناس وهي بتقرأ دلوقتي او بتسمع القصة تستغرى بالموضوع ان يعني ازاي مش عارفة ما كانتش بتزور مامتها لا هو بره يا جماعة ممكن فيه ناس ما تبدأ تعيش في اماكن تانية وهو ده التعامل اللي موجود في العالم الخارج انهم ما بيبقوش قاعدين مع اهلهم بيه سفروا وا 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 فالموضوع لا هو غريب انها تلاقيه عشان فيه حد يقول ازاي هو ما يعرفش مامتو او بباطوف ولا لا المهمة عشان نكمل القصة هي كان اسمها كارين ميد هيرت او هيرست دي عمرها 65 سنة اصلا استلمت رسالة يعني على الانبوكس او اللي هو الصندوق الخاص على الفيسبوك او الرسائل يعني صندوق الرسائل من والدتها اللي اسمها جويس عمرها بقى 90 سنة النهاردة يعني هي طبعا الاتنين كبار في السن لكن مامتها عندها 90 سنة بعد ما فيه قريب منهم الاتنين قالوهم يعني او وصلوهم ان دي مامتها عايشة وان دي بنتك عايشة وعمل ما بينهم مكالمة فيديو بين الامة وبنتها وبعدين اتقابلوا بالفعل واكتشفت كمان ان فيه اخ واخت ليها من والدتها ايه رأيك في القصص اللي هي بتاعت اللي بعد سنين طويلة ان ممكن حد يوصل لمامتو بقى او بنتو يعني حصلت كتير قوي من ساعة ما بقينا السوشال ميديا بجزء مهم قوي في حياتنا وكتير بنسمع او طول الوقت بنسمع عن القصص دي ولكن خليني هنا اسألك عمرك مريت بالموضوع دي يعني انا بصراحة عمرها ما حصلت معي فكرة ان انا اوصل لحد مش عارف اوصله او حد كنت فكرة ان هو مثلا في مكان وطلع في مكان تاني وعرفت من خلال الفيسبوك ايه ده غريب قوي ايه ده حصلت معي كتير قوي ما حصلت معي خالص اقولك ليه ليه عشان انت من الجيل اللي بعد بالفيسبوك اتعامل بكتير طب لازم يعني لازم لكن الجيل بتاعنا اللي كان يعني قبل الفيسبوك بكتير فلا احنا اللي دورنا وكانينا صحاب ما كانش فيه وزاق شفت بقى انا كده لوجيك اصلا ما عادي يعني لو ايه اللي انت بتقوله ده لا طبعا انا عايز اقولك فيه صحاب من المدرسة دورت عليهم وقاسات زلقتهم وعملتوا جروب بقى وتكلمت وعملنا جروب اه ومدرسة مش عارف ايه وصحاب ايه وعملنا وبدأ كل حد بيجيب حد لا 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 ده الموضوع ده ده موضوع يعني بيبقى ممتع كمان تلاقي حد لا انا كمان من الحاجات المهمة جدا اظن هيبقى فيها الموضوع الفيسبوك لو احنا بنكلم انه يعني برا انه حد ساب بيت مامته وبابا ورجع لقاهم لا فيه اللي بيتوه اللي قدر الله من اهاليهم وبعد سنين طويلة بيبقى حد عارض صورة ابن لي وهو صغير ده بيحصل كتير فعلا ده بيحصل كتير دي فعلا من الحاجات الايجابية قوي للفيسبوك جدا دي بصراحة اكتر الحاجات اللي بتسعدني دي بقى من الحاجات وربنا يلاجع انا مشترك في الجروب اصلا اللي بيبقى فيه ناس كتير بتبقى تاهد فيه اهالي بتبقى امامنا بيفضل يحط تدرج شكل ابنه وانه فيه ناس كمان بتبقى خبراء رسم بيتوقعوا شكلهم لما بيجبروا وده بفعلا من خلال الفيسبوك ممكن انه هو يوصل الناس ببعضها بالزبط فدي من الحاجات المهمة جدا